وأول سؤال من الأسئلة اللي وصلتنا بيقول السلام عليكم لو سمحت أنا بشتغل في صناعة التماثيل اللي هي دخلة في لعب الأطفال هل ده حرام؟ طبعاً هو بيقول أنا بشتغل في صناعة التماثيل بس إيه أنا؟ اسمها لعب أطفال ولعب الأطفال فيه نص شرعي خاص بلعب الأطفال يجعل لعب الأطفال مباح صناعتها ومش هيبقى دخلة في قضية التماثيل دي وعني بقى نتكلم على قضية التماثيل لما جلنا سؤال في قضية التماثيل إيه اللي احنا بنصنعه في لعب الأطفال ده جائز حتى لو كان في صورة تمثال أو شيء من هذا القبيل فيه يكون ده جائز جائز دي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد في مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على السيدة عائشة فوجاتها بتلعب بأفراس لها أجنحة فسألها ما هذه قالتها دي أفراس سليمان يعني دي الخيول بتاعت سيدنا سليمان أنها خيول كان لها أجنحة فدي أفراس ودي أجنحة فبان أن دي لعب أطفال كانت السيدة عائشة في هذا العمر بتلعب بهذا الأمر فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل بأن هذا حرام ولم يقل بأن هذا فيه شرك ولا فيه مضعاء لخلق الله ولا أي شيء فظهر أن لعب الأطفال أنها قائمة على اللعب والامتهان والأشياء دي امتهان هنا مش بمعنى الإهانة لكن امتهان يعني أنها بتستخدم استخدام عادي يعني فما يكونش دوت أبدا لعلاقة خالص لا بالعبودية ولا بالتمثيل التي يوضاها بيا خلق الله فإذن والعلماء خلاص استقروا عندهم الفتوى أن صناعة لعب الأطفال جائزة حتى لو كانت على صور لمخلوقات فيها روح أو شيء من هذا قبيل لأن دوتا يكون من قبيل لعب الأطفال اللي أتى الجواز بهذا الحديث الذي ذكرته فإذن عليه فيكون عمل حضرتك أو حضرتك ده عمل جائز وليس حراما وماله يكون حلالا إن شاء الله شكرا